للمزيد معنا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبدالقادر النايل مرحبا بك أستاذ عبدالقادر كيف تقرأ استمرار سياسة القمع التي تتبعها الحكومة ضد المتظاهرين أهلا وسهلا بكم ومشاهدي قناة الرافدين الفضائية من المؤكد تماما أن عمليات القمع هي ممارسة حكومية متعمدة ضد المتظاهرين السبيل في البصرة وبالتالي ما يفعله محافظها الميليشيال وأشعد العيداني هو من انطلق ميليشياوي في عملية القمع والقتل التي يستخدم فيها القوى المفرطة تجاه المتظاهرين السلمين فما الداعي إلى استخدام الرصاص الحي أو الضرب المبرح بأي قانون يمكن أن يكون هناك تصور لعناصر عماية هذا المحافظ أو لعناصر ميليشياوية يعتدون بالضرب المبرح عن المتظاهرين الذين لا يرفعون إلا لافتات وأصوات تنادي لعمليات الإصلاح ومحاربة الفساد لماذا لا تستخدم هذه القوى ضد الذين يسرقون أموال البصرة وأوصلها إلى ما وصلت إليه لماذا لا يستخدم صلاحياته لعملية محاسبة الفاسدين لماذا لم يستخدم ميزانية المحافظة في إنقاذ شعم البصرة من الصراطانات المنتشرة كل ما يجري حقيقة هو تعمد واضح من تدل هذا المحافظ والإدارة والعقلية الميليشياوية التي تعتمد عليها الحكومة في عموم العراق ومنها البصرة في قمع أي أصوات تنادي بعمليات حقيقة الإصلاح وبعمليات التغيير وبعمليات حقوقها المسلوبة فأهل البصرة حقيقة اليوم بين نكبة تفريطهم في الحقوق وبين نكبة أخرى وهي تسلط هؤلاء عليهم الذي تمتاز عقولهم بالميليشياوية ولا يعرفون سوى لغة الدم والقتل والاعتقال والإرهاب والترهيد لهذه الناس ولهذه أهلاء المواطنين كيف ستنعكس من وجهة نظرك أستاذ عبدالقادر هذه الممارسات القمعية على الأرض في البصرة بالتأكيد يعني الأهل البصرة معروفون أو معروفين بقوتهم ومشاكستهم ورجولتهم فلا يمكن أن تذهب حقوقهم صدى ولا يمكن للعشائر التي سنتمي إليها أو ينتموا إليها هؤلاء المتواهدون سواء الذين ضربوا أو الذين أتقلوا وأهينوا أو الذين تم إصابتهم بالرفاط الحي أن يسكتون عن حقوقهم لذلك حقيقة من المتوقع أن هذه قضية تذهب باتجاه التصعيد وأهل البصرة لن حقيقة يفرطوا بهذه الحقوق ولن يتراجعوا إلى الخلف وبالتالي نعم سيجمعون قواهم من أجل التحرك مرة ثانية واستمرار التظاهرات وبالتالي انتزاء حقوقهم لأنه ليس لديهم أولا طريقا في إنقاذ محافظتهم ومجتمعهم والأجيال القادمة سواء أن يفتقوا وأن ينهموا وأن يرفعوا صوتهم وأن حقيقة ينوعوا في عملية استخدام الوسائل التي يمكن أن تنتزاء الحقوق في تلك الميليشيات وعلى رأسها الميليشيوي أفعاد العيداني تحافظ البصرة أين الوعود الحكومية إذن سيد عبد القادر للبصرة دائما ما يكون هناك وعود بتنفيذ مطالب يعني لماذا تسير الحكومة الجديدة على مسار سابقاتها من الحكومات لأن كل استمرار العملية السياسية هي مركبة على الفاسدين الذين يسرقون أموال الشعب العراق وبالتالي هؤلاء الفاسدون يضعون لهم موكلاء فاسدين في المحافظات من أجل أيضا أن تعود استيزانية المحافظات لسيوب الفاسدين فهذه الكتل السياسية لا تعتمد على أنها تريد تقديم خدمة أو تنفذ وعدا للجماهير أو الشعب إنما تريد كيسية استزازة أموالها وسرقة أموال الشعب العراقي ولا يهمها معارات العراقيين لذلك لن تختلف هذه الحكومة أو الحكومات السابقة على نفس المنهج لأن الفاسد طريق واعد مدعوم حقومي وعلى هذا الأساس حقيقة لم تنار البصرة من هذه الحكومة أو حكوماتها المحلية أي عمليات تبهير أو عمليات تحسين وضع أو استجابة البطاليب أو للحقوق بالمطلق بل إنما تتزداد عملية الفاسد لا سيما أهل البصرة والعراقيون جميعا يعلمون تماما أن الحكومة هذه ولدت في أبعث الحكومات وأنها أمام حقيقة الهيارات اقتصادية وديون ترتفع عمم صندوق النقد الدولي وتقييدات سبيرة وبالتالي أمام مشاكل جمع لا يمكن لهذه المشاكل أن يفكروا بما يريد المواطن البصري أو يوفرون علاج بأمراض السرطان المنتشرة في العراق ولا سيما البصرة التي ترتفع فيها هذه الأمراض ولا يمكن أن يفكرون في تقليل البطالة ولذلك حقيقة رأيتم الشياسات الاقتصادية هي في انهيار والانهيار واستفاع نسبة البطالة سنة بعد سنة هذا يؤكد عدم وجود التخطيط الاقتصادي لهذه العقومة إنما التخطيط الفساد هو الغالب الأعام على الحكومات وحكومات المحلية وعلى الكتن السياسية المتصارعة في مالينا شكرا لك الكاتب والمحل السياسي السيد عبدالقادر النايل كنت معنا من أعمال ترجمة نانسي قنقر